احنا بكرة مباراة للأهلي كمان نقول عنها كده حاجة سريعة بكرة أهلي وسانداونز ايه اللي ممكن يحصل ومع الوضع في الاعتبار ان الأهلي فرصته أفضل بكتير من الزمالك يعني هو عنده فرصة انه حتى وإن كان بيتعدل في النتيجة مع المريخ لكن هو عنده فرصة في حالة تعصر المريخ انه يقدر يخسر بصرا مباراة وقت صحيح وحتى في حالة عدم تعصر المريخ يعني حتى لو المريخ النهاردة فاز أو الهلالة فاز أي من ينفوذ صحيح صحيح انا متكلم مع حضرتك في الأرقام يعني كلامك منطقي جدا وصحيح جدا لكن انا بقول حتى ايا كانت نتيجة الهلال والمريخ نادي الأهلي هيستقبل اتنين في ملعبه فبالتالي الموضوع بالنسبة المصطعبة خالص فبالتالي حتى الخسارة من سانداونز النهاردة مش مرهقة ولا انها تخلي الأهلي برا الجيم ولا ان هي هتضغط الأهلي بشكل كبير لكن فكرة ان النادي الأهلي يخسر ذهاب اياب من فريق واحد صعبة جدا دي صعبة من فيش فريق بطل بيحقق النسختين المتتلاتين وشخصية النادي الأهلي وزعامته للقرر الأفريقية انه يتقبل ولا لعبية هتقبله بداه الى جانب ان بيتس موسيماني شخصيا شخصيا بيعتبر مبارات سانداونز بالنسبة له هي بطولة في حد ذاتها يعني انا شفت تركيزه في مبارات سانداونز يقول لا مبالغ فيه يعني خلق حالة من التوتر عنده لانه بيعتبر سانداونز هي بطولة خاصة بلده منديه السابق وعارف الحالة الجمهورية اللي حواليها في جنوب أفريقيا فبالتالي هو مركز جدا 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 انه لا يقصر هذه المباراة بشكل كبير وبيحضر لها بشكل كويس فانا بشوف ان وضعه زي ما حضرتك اشارت في البداية الى ان فيه اريحية عند النادي الأهلي ده يخلي النادي الأهلي مش قلقان وبيلعب ويقدر يقدم مباراة جايدة ويقدر ان شاء الله يحقق نتيجة جايدة على اقل تقدير انه ما يخصرش تاني لان مهم النادي الأهلي ايضا الموضوع مش تأهله بس موضوع ان انت بتبحث عن صدارة المجموعة عشان حتى في الادوار التالية تقابل خصم اقل صحيح البطل ما بيخافش مين خصمه لكن في النهاية لما تصعد في وضع انت متصدر تلعب مباراة تانية على ملعبك فده بيديك على حية اكتر وده اللي بيساعدين النادي الأهلي واللي لعبينه مصرين ومصممين على انهم يعوضوا الشكل السيء لعبينه بكرة موجودين حسين الشحات وحسن فتحي نازلين بكرة حمد فتحي عفو حمد فتحي وحسين الشحات جاهزين تماما للمباراة لكن بقى وجهة النظر الفنية الاصابات ما بقيتش لا مش مصابين وجهة النظر الفنية بقى هيلعب بقى طريقة لعب مين هيلعب لسه طبعا متحددتش بس بالنسبة كبيرة حمد فتحي يكون مشارك بشكل أساسي في ملكز الليبرو مبينة لبين الدفاع